في ظل تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا ظلت وسائل الإعلام الأمريكية والسياسيون الأمريكيون ينشرون أخبار مضللة مفادها أن الغزو الروسي لأوكرانيا وشيك وفي هذا الصدد وبخ الجانب الروسي مراراً وتكراراً الولايات المتحدة لإطلاقها حرباً إعلامية ضد روسيا مشيراً إلى أن هذه الخطوة سخيفة جداً وهستيرية ومن جانبه انتقد سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أناطولي أنتونوف مزاعم الحكومة الأمريكية بأن روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت ممكن قائلاً إن المسؤولين الأمريكيين قاموا بخلق هذه الذريعة وأن روسيا تعتقد أن الولايات المتحدة تحاول تعظيم حرب المعلومات ضد روسيا من أجل دفع الجمهور إلى تكوين انطباع بأن غزوة روسيا لأوكرانيا حتمي كما أشار رئيس مجلس الأمن الدولي بالإنابة في دورته الحالية والممثل الدائم لروسيا للأمم المتحدة فاسيلي نبينزيا إلى أن بعض الدول المعينة تخطط للانخراط في دبلوماسية المايكروفون التي لن تساعد في حل المشكلة وفي الرد على الدعاء الأمريكي بأن روسيا تفكر في تصوير فيديو دعائي كاذب لهجوم أوكرانيا على روسيا انتقد السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة أن تزوير الأدلة للتدخل في شؤون الدول الأخرى هو خصاص أمريكية الغاية لأن أمو والاختبار في يد كوليم باول ما زال ماثلا في ذاكرة المجتمع الدولي